بعد أن قمنا بتحميل البرامج التي سوف نحتاجها في هذه الدورة الآن سنمر إلى عملية التتبيت طريقة التتبيت الصحيحة سنفتح الفيرتول بوكس بهذا الشكل يعني فقط بالضغط عليه مرتين ثم نأتي إلى نيو نختار نيو ثم نسميه أي شيء نريده وسنسميه سيرفر بهذا الشكل نقتركها كما هي 64 هنا نعطيه على حسب عدد الرامات التي تريد أن تعطيها سأعطيه 2000 وهي 2 جيجا ثم نترك هذه الأشياء كما هي هنا نعطيه 50 على الأقل حتى يشتغل بالشكل الصحيح الآن قمنا بإعداد الطريقة التي سنقوم بها بتتبيت الويندو سيرفر الآن سنختار السيرفر ثم نذهب إلى ستارت عندما تضغط على ستارت ستجد ستشاهد هذه الواجهة عندما تختار هذه الواجهة نختار على ملف هنا نضغط على ملف ثم نذهب إلى البرامج الذي قمنا بتحميله وهو الويندو سيرفر ثم نفتحه داخل الفيرتول بوكس أو النظام الوهمي ثم ننتظر قليلا إلى أن يعطينا هذه الواجهة طبعا في بعض الأحيان سأقوم بإيقاف الفيديو حتى يعني لا يكون الفيديو طويلا كما قلنا فنحن في هذه الدورة سنحاول أن نستهدف الفئة التي لديها الانترنت ضعيف جدا إذن قلنا الآن سننتظر إلى أن يقوم بتحميل الملفات والأدوات التي سوف نحتاجها لعملية التتبيت إذن هنا أعطينا وجهة الويندو سيرفر نختار Next ثم Install Now Install Now سيقوم بـ Setup is Starting يعني يقوم الآن بإعداد الملفات التي سوف نحتاجها ثم سوف نختار هنا سوف يعطينا بعض الاختيارات هذه الاختيارات أنا بسرعة جدا حتى أمر عليها مرور الكرام سنختار الاختيار الرابع Data Center لأن Data Center هو الذي يستعمل تقريبا في إدارة الأنظمة إلى آخره هناك Standard Evaluation ولكن نحن سوف نختار Data Center لأن بها جميع الأشياء التي سوف نحتاجها لكي تفهم الويندو سيرفر بشكل وتفهم إدارة السيرفرات I accept the License Terms يعني يجب أن تختار هنا ثم تختار Next تختار Custom الثانية وليس الأولى تذكر هناك الأولى في الأعلى والثانية تختار الثانية في الأسفل تترك مساحة القرص كما هي ثم تختار Next هنا سيبدأ في عملية تتبيت البرنامج سأقوم بإيقاف الفيديو ثم أعود إليكم بعد قليل بعد أن ينتهي من التتبيت إذن هنا كما تشاهدون فأغلب الملفات قد تم تتبيتها بنجاح أنا أريدكم أن تشاهدوا ما هي الأشياء التي ستحدث عندما تصل إلى عملية Install and Update كما تشاهدون سيقوم بتتبيت التحديثات ثم سينتهي من تتبيت البرنامج أو النظام هنا سيقوم بإعادة تتبيت نفسه طبعا هذا يطبق على الجهاز الوهمي أو النظام الوهمي وكذلك النظام الحقيقي يعني في حالة ما كنت تشغل على هذا في شركة حقيقية وقمت بتتبيت الويندو سيربر فسوف يقوم بإعادة يعني إعادة تشغيل الجهاز هنا يقول لإضغاط على أي شيء حتى أقوم يعني بتتبيت مرة أخرى لأن السي دي لازال أو يعني النظام لازال داخل النظام الوهمي سأقوم بتغيير الواجهة إلى هذا الشكل حتى يظهر لكم جيدا طبعا لقد تعبتم من الشرح إذن سننتظر هنا قليلا سوف يطلبوا منا إدخال الباسوورد هذا الباسوورد يجب أن يكون باسوورد قوي جدا أنا أتكلم مع الأشخاص الذين يعني هم سوف يشتغلون في مجال إدارة السيرفرات أو إدارة يعني البيانات أعفهم إدارة يعني الأجهزة إلى آخره أو إدارة الويندو سيربر هذا الباسوورد يجب أن يكون قوي جدا طبعا نحن هنا نشتغل على النظام الوهمي لسه بالدرورة أن يكون قوي ولكن تذكره لا أقل ولا أكثر إذن getting ready هناك كما تشاهدون هذه الأشياء هي نفسه التي سوف تظهر عندكم أنا أحاول أن لا يكون الفيديو طويلا ولكن أظن أنه سيكون طويلا إذن press any key to boot from CD or DVD لن نقوم بالضغط على أي شيء ثم ننتظر قليلا هنا هيا 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 دعوني يعني أبحث عنك كوب من الماء إنه هنا موجود طبعا إذن سوف نشاهد إذا قام بعملية تثبيت أم لا طبعا أوني أشاهد كم من دقيقة الآن الفيديو طبعا الفيديو أربع دقائق جاي جدا يعني إن شاء الله ننتهي عند ست دقائق أو شيء من هذا القبيل هيا 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 ننتظر قليلا هنا سأقوم يعني بإيقاف الفيديو حتى ينتهي من عملية اللف والضواران ثم أعود إليكم كما تشاهدون لقد انتهى من عملية اللف والضواران إذن الآن سوف نقوم بكتابة الباسورد كما قلنا هذا الباسورد يجب أن يكون قوي جدا أنا سوف أكتب أي باسورد هنا ليس بالضرور أن يكون قوي وإنما يجب أن يكون به حرف كبيرة وحرف صغيرة وأرقام ويعني رموز سوف أضعه هنا ثم فينيش هنا سوف ينتهي من الإعدادات ثم سيعطيك واجهة الويندوز السيرفر عندما ينتهي من التتبيت طبعا أنا قمت بتتبيت الويندوز السيرفر من قبل كما تشاهدون فهو موجود هنا طبيعة الحال لا أتذكر واحد من هذين الاثنين أظنه هذا نعم إذن فهو موجود هنا يعني قمت بتتبيته من قبل حتى نتفاذج أي مشكلة يعني أنا حاولت أن أقوم بتجنب جميع المشاكل أقوم بإصلاح جميع المشاكل ثم أقوم بوضع الفيديو حتى تشاهدوا الطريقة الصحية لعملية التتبيت طبعا لن تصادفكم أي مشاكل إذا تتبعتم نفس الشرح الذي وضعته الآن سأقوم بإيقاف الفيديو ثم أعود إليكم إلى حين أن يعطينا الواجهة هنا طبعا كما تشاهدون سوف يأخذكم إلى هذه الواجهة طبعا عندما تريد فتح يعني المكان الذي سوف تضع به الرقم السري هو هنا يقول لك إضغط كونترول بلاس ألت بلاس ديليت عندما تقوم بهذه العملية ستشاهدون ماذا سيحصل سيعطيكم مواجهة الويندوز لأنك تشتغل خارج النظام الوهمي كيف تقوم بهذه الخطوة داخل النظام الوهمي تأتي إلى هنا ثم تختار أون سكرين كيبورد ثم تضغط في الكيبورد الحقيقية عندك على كونترول ألت كما تشاهدون فهي تظهر في الواجهة ثم تأتي بالماوس أو بالفأرة وتضغط على دليت هي موجودة هنا ثم تقوم بحادث هذه عندها سيعطيك واجهة إدخال الباسورد هنا تضغط الباسورد الذي قمنا بوضعه والذي قلنا أنه يجب أن يكون قويا هناك مشاهدون فهي يقول لي أن كل شيء تمام فيقوم بتحميل الواجهة إلى آخر يعني مبروك علينا تتبيت الويندوز سيرفر داخل النظام الوهمي يعني كل شيء تمام الآن سوف تشاهدون سيعطيكم هذه الواجهة الجميلة طبعا هي واجهة يعني كي كان قلوب المغربي ناشفة ما فيها لا ألوان ولا شيء فقط واجهة رمادية مع بعض يعني الأيقونات وهي أيقونات Recycle Bin وهي يعني الكوربي كما نقول بفرنسي وهنا كما تشاهدون سوف تظهر لكم هذه النفذة مباشرة يعني أوتوماتيكيا حتى لهم تقوموا بفتحها إذا الآن انتهينا من عملية التحميل وانتهينا من عائلة التثبيت سوف نمر إلى الفيديو القادم ونتكلم عن أشياء التي يجب أن نشرحها في هذه الدورة إذن ابقى معك